بالنسبة إلى نظريات الاجتثاث أول شيء بالحلقة لا ندافع عن بعثي أو قومي أو إسلامي ولكن هناك شخصيات اجتثت القوائم كان قائمتين قائمة مصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة وهي الـ 52 وتنزل للدرجة الثانية وهناك حجز بعدد 4354 الآن قلصت أستاذ باسم البدري إلى مثل ما تفضلت به هناك خلل بهذه القوائم خلل نقدر نقول طباعي تقني أول شيء هذه الأسماء الأربعة آلاف هي بها أسماء مكررة أول شيء أسماء رحلت من 52 وجابوها رجعوها للأربعة آلاف مثل عزيز صالح النومان وجماعة القضية الثانية هناك أسماء مكررة يعني مثلا ضياء يحيى العلي ضياء حماد العلي أنا أتذكر سألت الأستاذ فارس البقوع يعني باتصال تلفون بعض مرات هو يسهر وأنا درد شوية بالكلام قلت له أنتم الأسماء هاي ليس جا يتكررونها وأكو اسم ثنائي وأكو اسم ثلاثي وأكو بس اسم و لقب قال والله إحنا أخذناه عن طريق المخاطبات الرسمية مكتوب ضياء العلي كتبنا نلقى اسم ضياء يحيى حماد العلي كتبنا قلت له يعني المفترض يا بس هذا ممنطق الأسماء الأصلية و الدرجونها صح بس هذا ممنطق هذا معناه يا سافايز هذا غلط يعني هذا حتى إداريا غلط و قانونيا غلط يعني ذهب الصغع تمدو لا لا أحيلك إلى قضية أحيلك إلى قضية جميلة أحيلك إلى قضية جميلة نحن لا ندافع عن أي شخص أجرم بحق العراقيين و على رأسهم الذين حكموا قبل 2003 ولكن أحيلك إلى قضية يعني لطيفة فيصل حبيب الخيزران سفير صح أدرج اسمه عفو اسمه بالاجتثاث عضو قيادة قطرية تعلم فيصل حبيب الخيزران يمتى مجمد بالحزب يمتى أيام عملية اختيار رأس القرية العبد الكريم قاسم أيام فؤاد الركابي ما لعلاقة بالحزب اطلاقا من التسعة وقمسين هو مجمد ما لعلاقة بالحزب تقريبا تسعة وخمسين أو اثنين وستين هو ما لعلاقة بالحزب البكر بعد ثمانية وخمسين أكو أشخاص قلل لهم أنتوا أمام خيار أما تردون دراسات علية تمشون دراسات علية أما تقعدون مثل ما يقولون ما تسوون مشاكل للنظام نطيكم رواتبكم التقاعدية وأما تكونون في السلك الدبلوماسي مثلا محسن الشيخ راضي وبتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال الماجستير والدكتورة فيصل حبيب الخيزران أصبح سفير ودرج اسمه وهو ما لعلاقة أنا سألت الأستاذ فارس البقوع قلت لهذا الرجل قلت له طلع الأسماء ما لعضاء القيادة القطرية بعد الـ 68 القانون ينص من الـ 68 فصعودا طيب ليش الـ 68 يشمل البعثية من الـ 63 هم حكموا ترجمة نانسي قنقر